السلام عليكم الله و سيدة وقاتكم كل خير تعرف عن العلاج الوهمي؟ تعرف أن أحيانا بعض الأطباء و خاصة الأطباء النفسيين يضطرون أنهم يصرفون علاج ليس له أي أثار فقط لعلاج بعض الحالات النفسية التي تبدأ من الوهم عند الإنسان؟ تعرف أن كثير من الأشخاص يعانون من الوهم يعتقد أنه مريض يعتقد أن عنده مشكلة يعتقد أن عنده ألام و كل هذه الأشياء نابعة من خياله و من أوهامه فيروح الأطباء النفسيين و يسووا له فحوصات و إجراءات و أحيانا يروح للطبيب عام و يقول أنا والله أشعر بألم بقلبي أو رأسي أو إلى آخرة أو القولون دائما يبحثون القمة عنده شيء لما يتكرر و يصر و يلح يصرفون لعلاج اسمه بلاسيبو هذا العلاج وهمي دواء الوهمي يجد عليه جدالات كثيرة خاصة من لجنة البرلمانية المملكة المتحدة المعنية بالعلوم و التكنولوجيا قالت أن العلاج الوهمي فيه نوع من خداع المريض و كانت ترفض ضعبتاتا و أصر بعض العلماء و بعض الأطباء النفسيين أن الوهم لا يمكن علاجه إلا بالوهم خاصة الأشخاص اللي مراضين أنهم يقتنعون أن الأعراض اللي يعانونها من أوهامهم تعرف أن عقلك ذكي جدا و يمكن برمجته فإذا تبي تبرمج عقلك على السعادة تقدر تفكر بأشياء سعيدة وتعيش لحظات سعادة الآن إذا تبي تكون تعيس تقدر تفكر بأشياء تعيسة و مواقف تعيسة و تسمع عغاني حزينة فرح تكون تعيس فكذلك بعض الأشخاص يبرمجون عقلهم أن عنده مرض أن عنده ألم ففعلا يشعر بالأمراض و جيه رجفة و جيه خفقان و يشعر بألم حقيقي من الوهم الموضوع ما وصل إلى هذا الحد و بس تطور إلى مراحل متقدمة جدا و وصل إلى مرحلة أنه ممكن يجرون للمريض المتوهم عملية وهمية و ممكن بهذا العملية يسوون بعض الشقوق و بعض الجروح البسيطة و الطفيفة و بعض الخياطات على الجلد و يحطون شاش و يحسسون المريض أنهم أجروا هذه العملية إما في رأسه أو بطنه و استأصلوا الألم أو المرض اللي يعاني منه في داخل جسده و يكون هذا الألم أو هذا المعاناة وهمية و يكون المريض أصر بشده و بإلحاح كبير أنه يعاني من مشكلة في داخلها تحتاج إلى عملية جراحية و ممكن يكون قرأ عن مرض معين و اعتقد و توهم أن هذا موجود عنده و يحتاج إلى استأصال ف يسوون العملية الجراحية الوهمية علشان يصدق و فعلا يصدق و يرتاح تعرفون أنه فيه أشخاص كثير يتوهمون أعراض معينة و إذا راح الدكتور و في حصة و قال ما فيك شيء يقول والله هذا عين أو هذا سحر أو هذا فين شيء عنا نؤمن بالعين و العين حق و نؤمن بالسحر و نؤمن بكل هذه التفاصيل ولكن انتبه أنك تنجرف إلى الأوهام أغلب الأشخاص اللي عندهم هذه الحالات من الوهم من كدر ما يتخيل و يقول والله أنا عندي عين أنا الألم هذا عين أنا المشكلة هذه عين يعيش حياته بخوف و قلق إلى أن يشعر بأعراض ليست موجودة عنده و يشعر بألام ليست موجودة عنده يروح مناسبة يجي يقول أحس مصدع أحس دائخ هو رابط في ذهنه في عقلها الباطن أنه والله إذا كشخ راح يعطونا عين إذا ركب سيارة جديدة راح يعطونا عين إذا لبس ملابس جديدة أو مركات راح يعطونا عين إذا سافر سفرا راح يعطونا عين فتجي هذه الأوهام و تحس فعلا أنه هو جه عين و في الحقيقة ممكن ما حدر عنه و إذا كان و لابد و كنت مقتنع تماما أنك فتنة زمانك و أن العين عليك و وين ما تروح و أن الناس ما يخلونك يا أخي اقرأ أذكارك حافظ على أذكار الصباح أذكار المساء اقرأ صورة البقرة يوميا إذا كنت مقتنع أن العين حق لابد يكون عندك قناعة أكبر بأن حماية الله فوق أي عين و أي سحر و أي أحد يحاول يضرك هذا القناعة المفروض تكون في بالك و إذا كنت تشعر دائما بأمراض أو أعراض معينة حاول أنك تفكر عكس هذا الأمر قد يكون هذا الأمر وهم و أنت مقتنع فيه فحاول تقنع نفسك أنه لا أنا ما أحس بألم أنا ما أحس بصداع أنا ما أحس بألم في فطني لا لا أكيد مؤكد وهم أنا سمعت موضوع الوهم و شوف ممكن يتلاشى إذا ما تلاشى أروح أفحص و الأطباء هم أدراء و ما شاء الله الآن العلم متطور لا تقول لا هذولا ما يفهمون شي انتبه تعرفون أن الوهم قد يؤدي إلى القتل إذا ما سيطرنا عليه؟ يوم الأيام ثلاثة من الضباط خالفوا أوامر هتلر فقرروا أن يقتلهم بطريقة غير عادية و هتلر كان يعرف الإيحاء وتأثير الإيحاء والوهم على الإنسان فسجن ثلاثة من الضباط كل واحد منهم في زنزانة و خلى في كل زنزانة ما سورة يقطر منها الماء و أقنعهم إن هذا سم قاتل يقتل اللي يستنشقه بعد ست ساعات الغريب بعد أربع ساعات مات اثنين من الضباط و الرابط الثالث استغرق ست ساعات إليه ما مات و كانت المأسورة ما تنزل إلا موية من نفسهم أقنعوا نفسهم إنه سم و إنه قاتل و بدأوا ينتفضون إلى أن ماتوا من الوهم شي غريب قصة ثانية لتجربة أجراها دكتور إسمو بورهيف على أحد المساجين المحكوم عليهم بالإعدام أقنع قال له إيش رايك؟ نقتلك بطريقة فيها تجربة بالمقابل راح نعطي عائلتك مبلغ مالي كبير وافق هذا الشخص و قال أنا راضي فقالوا له إنه بنقتلك بطريقة أن نريق دمك نقطع عرقك يعني و ينزل دمك إليه ما تموت وهذا الأمر راح يستغرق ست ساعات وافق السجين وجلسه في مكان عصبه و عينيه وربط فيه خرطوم ماء رقيق جدا و أشعره أنه قص وريده و فعلا ما قص و شغل و مو يهدافية تمر من هذا الخرطوم و تنزل من عند يده و تقطر في إيناع و هو يشعر أنه دمه و بالفعل مات بعد ست ساعات و لم تنزل منه قطرة دم فقط من الوهم العبرة من هذا الكلام كله انتبه من الوهم لأنه ممكن يمرضك ممكن يقتلك ممكن يشككك بالناس اللي تحبهم ممكن يخليك تفارق أقرب الناس لك و ممكن أنه يدمر حياتك قاوم هذا الوهم فكر بعكس الوهم فكر دائما أن الدنيا بخير أن الأمور طيبة أنك الحمد لله بصحة و عافية إذا جاك شعور أنه والله الشخص اللي تحبه خانك أو غدر فيك قل لا الحمد لله أكيد أنه طيب أكيد هذه وساوس الشيطان دائما اقنع نفسك بأن الصلاح موجود والخير موجود و خليك دائما حريصة عن نفسك إذا والله زادت الأعراض روح افحص تقال لك الطبيب فحصنا لك كل شيء و ما فيك شيء احمد الله واستودع الله نفسك و قل أكيد هذا وهم لا تستسلم للأوهام أبدا حاول دائما أن تقتلها كل عليه